بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طالبات وطالبات المدارس الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة وإن شاء الله في حلقتنا النهاردة حنكمل كلامنا على منهج الزراعة المحمية الخاص بطلاب الصف الثالث تخصص إنتاج الحاصلات البستانية وزي ما احنا هتكلمنا في الحلقات اللي قبل كده أن مادة الزراعة المحمية الهدف منها أن أنا بأنتج النباتات سواء كانت نباتات الفكهة أو نباتات الخضر أو نباتات الزينة داخل البيوت المحمية أو تحت الأنفاء لإمكانية إنتاجها على فترات ممكن لكون الظروف البيئية اللي موجودة في البيئة بتاعتها أو في الجو الطبيعي بتبقى غير ملأة ما للإنتاج بصورة تجارية وإنهار دا إن شاء الله حنكمل كلامنا على نباتين من أهم النباتات الخضر نبات الطماطم ونبات الفصولية منظر لأن نبات الطماطم من ضمن النباتات التي تستهلك على مدار العام وتدخل في مجموعة كبيرة جدا من المكونات الغزائية على المائدة المصرية وتدخل أيضا في تصنيع كمية كبيرة من المنتجات فهي من ضمن أهم نباتات الخضر التي تنتج سواء كان في الحقل المكشوف أو في موضعنا النهاردة إن شاء الله في الزراعة المحمية ونبدأ مع بعض إن شاء الله نشوف مع بعض أول نبات من النباتات اللي هنتعامل معاها النهاردة وهو نبات الطماطم ونبات الفصولية تحت الزراعة المحمية ونبدأ مع بعض نشوف نبات الطماطم بتاعنا حنعرف إيه هي العوامل البيئية اللي يجب أن نوفرها داخل البيت المحمي أو تحت الأنفاء وحنعرف إيه هي الطربة المناسبة لزراعة وكمان حنتعرف على كمية التقاوي وكيفية الزراعة وأهم المعاملات التي تجرى على النبات من بداية الزراعة حتى نصل إلى مرحلة حصاد المحصول وتسويقه للمستهلك في الصورة النهائية وده حيكون بالنسبة للمحصولين اللي معانا إن شاء الله محصول الطماطم ومحصول الفصولية في البداية عايزين نعرف نبات الطماطم بتاعنا زي ما احنا شايفين ممكن ده نقرب الصورة لزينا حضراتكم عندي هنا ثمرة الطماطم وعندي شكل لورقة نبات الطماطم وبذرة نبات الطماطم أول حاجة هنتكلم عليها العوامل البيئية اللي يجب علي أن أنا أعرفها عشان أقدر أوفارها داخل البيت المحمي أو تحت الأنفاء أول حاجة هنتكلم عليها درجة الحرارة بلاي نبات الطماطم بتاعنا بيحتاج إلى موسم نمو دافئ ويجب أنه هو يكون خالي من السقيع يعني دايما النبات بتاعي بالنسبة لنبات الطماطم دايما بيحتاج إلى حد ما إلى درجات حرارة إلى حد ما مرتفع ولذلك بلاي أن المجال الحراري اللي هو المدى اللي بينمو فيه من 17 درجة إلى 30 درجة ما أوي طيب إيه اللي يحصل لو انخفضت درجة الحرارة عن الحد اللي احنا ذكرناه اللي هو الحد ما بين 17 إلى 30 درجة مقوية انخفاض درجة الحرارة حيعمل عندي مجموعة من المشاكل أول مشكلة حيلاقي أنه عندي بيبقى فيه صعوبة في إنبات حبوب اللقاح مما يؤدي إلى تشوء الثمار وبالتالي قلة المحصول الحاجة الثانية لو تعرض النبات لدرجة حرارة منخفضة حتؤدي للتشارد إصابة بالأمراض الفطرية المختلفة داخل الصعوبة أو داخل النفع يبقى عند تعرض النبات إلى درجات حرارة منخفضة بلاي عندي فيه مشكلة في عملية التلقيح بيحصل عندي فيه مشكلة أو فيه مجموعة تشوهات في الثمار وبيحصل عندي كمان فيه مجموعة من العيوب الفيسيولوجية التي تحصل داخل الثمار وانتشار الأمراض الفطرية طيب إيه اللي يحصل لو حصل ارتفاع لدرجة الحرارة داخل الصعوبة أو داخل النفع أو تعرض النبات وهو داخل الصعوبة أو داخل أو تحت النفع إلى درجات حرارة مرتفعة بلاي بيحصل عندي فيه عيب من العيوب التي تحدث لثمار الطباطم تسمى لسعة الشمس بلاي أن السمار بتاعتي فيه جزء منها بيتعرض للتلف نتيجة تعرضه إلى نسبة الإضاءة العالية ودرجة الحرارة العالية العامل الثاني من ضمن العوامل البيئية المؤثرة على نمو نباتات الطباطم داخل الزراعة المحمية هي بالنسبة لشدة الإضاءة بلاي نبات الطباطم يعتبر من ضمن النباتات المحايدة ضوئيا يعني هو نبات نهار طويل ولا نبات نهار قصير طيب النبات ده هو إذا تعرض النبات إلى ضعف الإضاءة حتؤدي عندي فيه مشكلة إيه اللي يحصل؟ بلاي أن عندي يحصل أن فيه فقد أو ضعف في كمية المواد الكربوهيدراتية التي تتكون داخل الثمار يبقى النبات بتاعي لو ما أخدش كفاته من كمية الضوء بلاي عندي أن محتوى الثمار من المواد الكربوهيدراتية بينخفض وبناء عليه بينخفض المحصول وبتنخفض جودة الثمار الحاجة الثانية لو النبات تعرض إلى درجات من الإضاءة عالية هيحصل زي ما حصل في ارتفاع درجة الحرارة حلاقي عندي الثمار بتاعتي تصاب بلفحة الشمس العامل الثالث من ضمن العوامل البيئية التي تؤثر على نبات الطماطم داخل الصوبة هي الرطوبة النسبية حلاقي عندي أن نبات الطماطم لكي يحصل منه على إنتاجية عالية بلاقي عندي يجب أنه نوفى الرطوبة نسبية ما بين 60 إلى 70% داخل الصوبة طب برضو هنا في مشكلة إذا تعرض النبات داخل الصوبة لدرجة الرطوبة أعلى من الرطوبة اللي احنا حددناها اللي هي من 60 إلى 70% حلاقي عندي فيه فرصة لانتشار الإصابة بالأمراض الفطرية ولو حصل زيادة في الإصابة أو ارتفاع نسبة الرطوبة هتؤدي إلى تكاسف بخار الماء أسفل الغطاء بتاع الصوبة أو بتاع البيت المحمي أو النفأ مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الفطرية ويبقى احنا بكده عرفنا ايه هي درجة الحرارة المناسبة للنمو وايه هي درجة الإضاءة وايه عرفنا ايه هي نسبة الرطوبة عشان نقدر ان احنا نوفره من النبات للحصول على أعلى انتاجية للنبات بتاعنا طيب أزرع الطماطم في ايه؟ الطربة بتاعت اللي أنا هزرعها بلا ان نبات الطماطم عندي بيجود في مجموعة مختلفة جدا من الأراضي يعني نبات ممكن ان انا ازرعه في مدى واسع من الأراضي ولكن عندي يفضل دايما ان الأرض اللي انا ازرعها تكون أراضي خفيفة خالية من الملوح يعني نبات الطماطم بتاعي افضل الارض بتاعتي تكون أراضي خفيفة وتكون أراضي ايضا خالية من الملوح طيب هل النبات بتاعي بيتحمل نسبة من الأملاح داخل الطربة؟ اه حاليا ان نبات الطماطم اذا كانت نسبة الملوحة داخل الطربة اتنين ونص ملي موز يعني الف وستمائة جزء في المليون بلا ان هنا بيحصل عندي افضل جودة لثمار الطماطم يعني عندي الرنج دوت من الأملاح بلاقي عندي الثمار بتاعتي بتتميز بمحتوها العالي من الكربوهيدرات محتوها عالي من المواد السكرية الصفات التسويقية للثمار بتبقى جيدة يبقى هنا يفضل ان الأرض اللي انا ازرع فيها الطماطم ان نسبة الأملاح بتاعتها تكون حوالي اتنين ونص ملي موز وما تزيدش عن كده العنصر اللي بعد كده اللي هنتكلم عليه امتى ازرع نبات الطماطم بتاعي حالي عندي احنا زي ما اتفقنا ان احنا هنزرع في حالتين لو انا هزرع النباتات تحت الأنفاء او ان انا هزرعها داخل الصوبة في البداية نبات الطماطم هنزرعه بزرع وبعد كده البزرع دي تنتج شتلات وبعد كده هزرع الشتلات اذا كنت هزرع لشتلات فيه الانفاء او فيه الصوب فما عاد الزراعة بالنسبة لي في الحالتين واحد بيتم زراعة خلال منتصف شهر اكتوبر حتى منتصف شهر ديسمبر وده في الحالتين سواء كنت هزرعها تحت الانفاء او هزرعها داخل الصوبة هحتاج كمية منتقوي قد ايه نبات الطماطم عندي بيتكاثر عن طريق البزور بحتاج قد ايه لو انا هزرع فدان من الطماطم تحت الانفاء بلا ان الفدان عندي بيحتاج من 5000 الى 6000 شتل فدان بيحتاج من 5000 الى 6000 شتل طب انا اجيبهم من ايه لو انا هعمل المشتل بتاعي داخل المزرعة بتاعتي بيتم زراعة 25 جرام من البزور الهاجينة بتنتج لي كمية التقاوي او كمية الشتلات اللازمة لزراعة الفدان يعني انا بجيب 25 جرام من التقاوي ازرعهم بيدوني معدل الشتلات بتاعي من 5000 الى 6000 شتل طيب لو انا هزرع داخل صوبة المعدل بتاعي بيكون قد ايه بلا ان معدل الانتاج النباتات داخل الصوبة بلا ان كل واحد جرام كل واحد جرام بيزرع عندي 100 متر مربع من مساحة الصوبة بحيث ان الكسافة النباتية عندي بتكون حوالي 3 و 2 وربع نبات لكل متر مربع الكلام ده بيتحسب ازاي بلاقي عندي ان بصفة عامة بالنسبة لبزور الطماطم ان الجرام الواحد تقريبا بيحتوي على 250 الى 300 بيزر يبقى عندي معدل رينج بتاع البزور بتاعتي ان كل واحد جرام من بزور الطماطم بيكون فيها 250 الى 300 بيزر يبقى كده عند الفدان لو انا هزرع فدان بالانفاء انا بحتاج له 25 جرام اللي بتديني من 5000 الى 6000 شتلة لو انا كل 100 متر من الصوبة بحتاج لها واحد جرام لان الواحد جرام عندي بيديني من 250 الى 300 بيزر طيب ازرع ايه اهم الاصناف التي تزرع زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان الاصناف دايما في حالة تطور وحالة تجديد بس عندي مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الاصناف اول حاجة ان الاصناف التي تصلح للزراعة تحت الانفاء منها صنف هاجين جي اس وصنف هاجين الوادي وهاجين 56 56 وهاجين بن شفر وهاجين اوريت الاصناف التي تصلح للزراعة داخل الصوب زي هاجين فني وهاجين رزان وهاجين امون والبرمودة والدومبو والكرميلو والتيركيوزر طيب احنا برضو بنأكد مرة تانية ان الاصناف دايما في حالة تطور وكل يوم فيه جديد بس دولة مجموعة الاصناف اللي احنا مطالبين بيهم لان هم دولة اللي تم ذكرهم في كتاب بالنسبة ليه الاصناف التي تزرع داخل الصوبة او داخل الانفاء بتتميز بمجموعة من المميزات ده غير الاصناف التي تزرع في الحقل المباشر اول حاجة لو انا حزرع نبات داخل النفاء او تحت الانفاء النباتات اللي عندي دي بتكون نباتات محدودة النمو يعني ما هياش نباتات طويلة بالكمية الكافية اما النباتات التي تزرع داخل الصوبة فهي بتبقى نباتات غير محدودة نباتات طويلة حتى تسمح بعملية التربية وانتاج كمية كبيرة من المحصول الحاجة التانية النباتات دي حبوب اللقاح بتاعتها بتكون لها مقدرة على العقد تحت ظروف درجات الحرارة المختلفة لان نعم دي النبات عايز اطلع منه محصول على فترات مختلفة الحاجة التانية ان النبات اللي انا زرعه يكون من الهجن عالية الانتاج ليه يكون هاجين عالي الانتاج لان تكلفة انتاج النباتات تحت نظم الزراعة المحمية بتكون تكلفة عالية فياجب علي ان النبات اللي انا هزرعه يديني محصول مرتفع عشان يقابل هذا المحصول المرتفع قيمة تسوقية عالية تعوض التكاليف اللي انا كلفتها على الزراعة المحمية يبقى احنا قلنا ان النباتات اللي انا هزرعها لو انا هزرع تحت الانفاء بيبقى عندي الأصناف محدودة النمو ولو أنا حزرع داخل الصواب بتبقى الأصناف غير محدودة النمو النباتات بيكون لها مقدرة على العقد تحت ظروف جوية مختلفة الحاجة الثانية أن هي تكون نباتات محصولها عالي الحاجة اللي بعد كده وديه حاجة في غاية الأهمية الثمر نفسها ثمرة نبات الطماطم يفضل في الأصناف التي تزرع تحت نظام الزراعة المحمية أن تتميز سمارها بأنها سمار صلبة ميزة الصلبة دي بتديني فايدة في إيه؟ صلبة السمار بتديني فايدة أننا ممكن عند انخفاض الأسعار أننا ممكن أعمل تخزين للثمار عندي على النباتات داخل الصوبة دون تلفها والحاجة الثانية الثمر عندي كلما تكون الصلبة بتاعتها عالية يمكن نقلها من مناطق الانتاج لمناطق التسويق دون حدوث تلف أو حدوث مشاكل الحاجة اللي بعد كده احتياجاتها من الضوء والحرارة بتكون منخفضة يبقى أنا هنا تكلمت على المميزات التي توجد في الأصناف التي تزرع داخل الصوبة وداخل الأنفاء تبقى أزرع إزاي؟ أول حاجة لو أنا حزرع داخل الأنفاء تحت الأنفاء أنا بعمد شبكة الري أو خط الري بيتم زراعة الشتلة على جانب واحد من خرطوم الري على مسافة بين الشتلة والتانية بسيب مسافة قد إيه؟ المسافة بتبقى من 40 إلى 50 سنط طيب المسافة هتبقى داخل خرطوم الري قد إيه؟ بلا إن المسافة بتكون من 5 إلى 10 سنط يبقى لو أنا حزرع الطماطم تحت الأنفاء بمد خرطيم الري قبل تغطية الأنفاء بحط الخرطوم وبقى يتم زراعة الشتلات على مسافة من خرطوم الري بتبعد 5 إلى 10 سنط على جهة واحدة يعني ما بزرعش على جهتين والمسافة بين الشتلة والتانية بتبقى من 40 إلى 50 سنط طيب لو أنا حزرع داخل صوبة بلاقي هنا عندي النباتات عندي بتبقى نباتات غير محدودة النمو مسافة الزراعة أيضا بتبقى 50 سنط بس هنا أنا حابق عن خرطيم الري مسافة 5 إلى 10 سنط وبيكون الأرض بتاعتي في الصوبة مقسمة إلى مصاطب عرض المصطبة اللي عندي من 100 إلى 110 سن يبقى تحت الصوبة أنا بقسم أرض الصوبة بتاعتي إلى مصاطب عرض المصطبة بتاعتي بيبقى من 100 إلى 110 بزرع على مسافة 50 سنط بين الشتلات وبعضها بأكون أركز معايا هنا تاني إن داخل الصوبة بتم زراعة الشتلات على ارتفاع 20 سن يعني عند عمل المصاطب بتم زراعة الشتلات في قمة المصطبة بينها وبين قائل المصطبة بتاعتي حوالي 20 سن والمسافة بين الشتل أيضا وبين خرطوم الري من 5 إلى 10 سن طيب أنا هنا زراعة بعد كده إيه هي أهم عمليات الخدمة التي تجرى على نبات الطماطم داخل الصوبة بتاعتي أو داخل البيت المحمي أو داخل النفاء أول عملية أو أول حاجة النبات بيحتاجها بعد الزراعة هي عملية المي فيش نبات بيستطيع النمو بدون توفر كمية من الرطوبة أو كمية من المي إحنا هنا حنستخدم نظام الري زي ما احنا وضحنا حيبقى نظام الري بالطمئية سواء كنت زارع تحت النقن فاء أو زارع تحت الصوب أو زراعة بالمحمية تحت الصوب طيب في مشكلة عندي بتقابلني في الري أول حاجة إن عملية الري دايما تكون ري منتزم ليه؟ لأن زيادة مياه الري أو انخفاضها حتحدث عندي مشاكل وخاصة لأن أنا هنا بزرع النباتات في تحت غطاء فلو زارت كمية مياه الري حتزود نسبة الرطوبة حتؤدي لانتشار الأمراض زي ما احنا وضحنا قبل كده وكمان لو زودت نسبة المياه حتؤدي إلى انخفاض محتوى الثمار من المواد الصلبة مما يؤدي إلى رضائط خواصة طيب لو حصل عندي عطش إذا حصل عندي عطش للنباتات داخل الصوبة أو تحت الأنفاء هيؤدي إلى ضعف النمو الخضري ويحصل عندي مشكلة تانية يحصل عندي حاجة تسمى تشقق الجزور مما يؤدي إلى تلف المحصول بتاعي يبقى أهم حاجة رأيها لو أنا حعمل عملية الري الري عندي يبقى ري منتظم مع مراعاة عدم التغريق وعدم التعطيش طيب إمتى أخذ بالي جدا من عملية الري قال والله لو عندك الأرض بتاعتك أرض رملية بالنبات بيحتاج إلى معدلات من المياه أعلى طيب الحاجة التانية في حال ارتفاع درجات الحرارة برضو بيتم زيادة معدل مياه الري يبقى أنا هنا عندي يلاحظ في ري الطماطم إن أنا أزود معدلات الري إمتى مزود معدلات الري لو عندي درجة الحرارة عالية ولو أنا زالة فأرض رملية من ضمن العملات الهمة جدا التي تجرى على نباتات الطماطم داخل الصوب أو تحت الأنفاء عملية التسمي والعملية ديت مهمة جدا خاصة في الزراعة المحمية أول حاجة برعيها لما أجأ أسمد النباتات الطماطم في الزراعة المحمية إن أنا يجب أوفر لها السماد الناتروجيني والسماد البوتاسي بعمل حاجة تانية بضيف لها كمية من صبر فوسفات الكاليسيوم أثناء تجهيز الأرض للزراعة وبضيف معها كمان كابريت زراعي لتحسين خواص الطربة وبضيف كمية من سماد الماغنسيوم في صورة سلفات ماغنسيوم لتحسين خواص الطربة وتحسين جودة السمور بعد كده بضيف كمية من العناصر الورقية والأسمدة الورقية والمغزيات الصغرى على الأوراق سواء كانت في صورة مخلابية أو أن أنا أضيفها مع مياه الري يبقى الأسمدة اللي أنا أضيفها بالإضافة للأسمدة العادية أنا بضيف أسمدة ورقية أو بضيف أسمدة مخلابية في مياه الري المعدل بتاعي أسمد قد إيه لو عندي فدان طماطم تحت الأنفاء بلا إيه بيحتاج الكميات اللي أنا هنشوفها مع بعض دلوقتي بلا إن الفدان عندي بيحتاج إلى 155 كيلو جرام نيتروجين و 115 كيلو جرام فسفور و 240 كيلو جرام من البوتاسيوم و 100 كيلو جرام من سلفات الماغنسيوم بضيف 50 كيلو جرام من هذا المخلوط قبل الزراعة وأثناء تجهيز الأرض بعد كده الكميات الباقية أنا بأسمها على دفعات بتضاف في مياه الري كل دفعة بضيف لها 2 كيلو جرام خلال الشهرين الأولين وبعد كده بضيف مزود الكمية شوية بضيف في مياه الري 3 كيلو جرام مع كل رية طيب لو أنا هزرع عند الصوب هعمل إيه لو أنا هجهز أرض الصوبة بضيف المعدلات السمادية اللي معايا دلوقتي بضيف 1 متر مكعب سماد بلدي متحلل و 0,5 متر مكعب سماد دواجن و 10 كيلو جرام سلفات نشادر و 20 كيلو جرام سبر فسفات و 5 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم و 10 كيلو جرام كبريت زراعي و بحط معاهم 5 كيلو جرام من سلفات الماغنسيوم دولة هعملهم إزاي أو هيضفوا إزاي أنا باجع على الصوبة بتاعتي و بعمل فيها خنادق الخندق دوت بيكون عمقه 30 سنطي بيتم خلط هذه المكونات السمادية مع بعضها و بيتم وضعها في قاع الخندق و بعد كده بردم عليها و بعد كده بيقيم المساطب داخل الصوبة لكل صوبة لكل 100 متر مربع من الصوبة بعد الزراع بضيف قد إيه بلاقي عندي بحتاج إلى 13 كيلو جرام نيتروجين و 7.9 كيلو جرام فسفور و 21.5 كيلو جرام بوتاسيوم و بحط معاهم 20 كيلو جرام سلفات ماغنسيوم بيتم خلطهم ويتم إضافتهم على دفعات أسبوعية في مياه الري طيب و احنا بنتكلم على الزراعة المحمية من ضمن المعاملات المهمة جدا زي ما احنا اتفقنا بلاقي ان عندي ضرجة الحرارة لو زادت هتقامل مشكلة اقدر اتغلب عليها بالعملية اللي احنا نذكرها دلوقتي لو انا عندي مياه الري فيها زيادة او نقصان عندي كمية من الغازات بتبقى موجودة داخل الصوبة نتيجة تنفس النباتات وعملية البناء الضوئي ففي عملية بتتم داخل الزراعة المحمية اسمها عملية التهوية الغرض منها ايه؟ عملية التهوية الهدف منها ان انا بعمل تعديل لنسب الغازات اللي موجودة داخل الصوبة بعمل تعديل لنسبة الرطوبة النسبية او خفض الرطوبة النسبية حتى لا يحدث اصابة بالامراض الفطرية داخل الصوبة يبقى اول حاجة انا بعملها في عملية التهوية بعملها ليه؟ لخفض نسبة الرطوبة مما يؤدي لمقاومة او قلة انتشار الاصابة بالامراض الفطرية الحاجة التانية بقلل لما بعمل عملية التهوية دي بقلل نسبة تكاسف بخار الماء أسفل الغطاء البلاستيكي مما يؤدي برضو إلى قلة انتشار الإصابة بالأمراض بعد كده برضو من ضمن مميزات عملية التهوية إن أنا بعمل توازن ما بين نسبة غاز الأكسجين وغاز ساني أكسيد الكربون داخل الصوبة مما يؤدي إلى إتمام عملية البناء الضوئي بشكل جاي عندي النباتات داخل الصوبة أنا يهمني أننا أصل إلى أعلى نسبة عقد زي ما احنا تكلمنا على مواصفات الأصناف التي تزرع داخل الصوبة أو تحت الأنفاء أن هي أصناف يكون لها المقدرة على العقد بصورة جيدة طيب لو أنا زارع جوه صوبة وعايز أتأكد من عملية العقد تمت بشكل جيد فأنا هنا هساعد على انتقال حبوب اللقاح من الموتوك الظهرة إلى مياسم الأظهار طيب الزهرة بتاعة الطماطم بتخرج على النبات فيها عنقيد زهرية عشان أزود نسبة العقد هعمل شوية معاملات أول عملية أننا عند النباتات الطماطم زي ما هنعرف بعد شوية أنه بيتم تربيتها داخل الصوبة على أسلاك أنا بأمسك الأسلاك ديت وبيتم هزها إما يدويا أو ميكانيكيا باستخدام بعض الآلات مما تساعد على انتقال حبوب اللقاح من موتوك الأظهار إلى مياسمة الحاجة الثانية أننا ممكن أستخدم موتو الرش عن طريق اندفاع الهوى منه بدون ميا يعني أنا هستخدم الهواء المندفع من موتوك الرش بحركه على النباتات مما يؤدي إلى هز الأظهار مما يؤدي إلى انتشار حبوب اللقاح وبتزيد عندي نسبة العقد الحاجة الثالثة ممكن أن أستخدم بعض منظمات النمو مما يؤدي إلى تحسين نسبة العقد يبقى هنا عشان أوصل لإنتاجية عالية يجب علي أن أحسن نسبة العقد في النباتات الموجودة داخل الصوب بحسن نسبة العقد إزاي؟ قلنا رقم واحد أننا بعمل هز الأسلاك الحاملة للمحصول نمي إلى تنين بيستخدم الهواء المندفع من المواطير الرش نمي إلى تلاتة بيتم استخدام أو رش منظمات النمو أأكد تاني أن مواطير الرش ديت أنا أستخدم منها الهواء المندفع من نطور الرش وأكد أن المواطير دي بتبقى خالية من الميا لأن احنا قلنا أننا معاش عايز أزود نسبة الرطوبة عشان أحسن نسبة العقد بتاعتي طيب أنا زرعة النبات عايز أعمل بقى العملية المهمة اللي احنا قلنا عليها اللي بتميز النباتات الغير محدودة هعمل فيها إيه؟ هعمل لها عملية تسمى عملية التربية وعملية التقليم طيب تربية وتقليم تتم إزاي؟ بصوا معايا كده للصورة دي كويس؟ أول معاملة أنا بعملها بعمل عملية تسمى عملية التربيط إيه اللي بتم فيها؟ بلاقي النبات زي ما أنتوا شايفين الصورة اللي موجودة ناحية الشمال بالنسبة لكم بلاقي النبات عندي بتم ربط النبات من أسفل يعني أسفل أول ورقة بتم ربط خيوط في أسلاك حاملة المحصول وبينزل الخيط وبربط الخيط دوت في حلقة واسعة حول النبات بحيث أن يبقى عندي في حرية الحلقة دي قطرها من 3 إلى 4 سنتي أو أننا أركب حلقة حول قاعدة النبات وبيتم ربط الخيط فيها أو أننا أشد أو أعمل خيط أفقي من بداية الخط لنهايته وبربط فيه الخيوط النازلة من سلك حامل المحصول حتى قاعدة النبات الهدف من الكلام ده إيه؟ أننا بعمل الخط دوت كدعامة بيخرج عليها النبات اللي احنا قلنا أنه هو حيكون نبات غير محدود النمو يعني نبات طويل والساق بتاعته ضعيفة فعشان أوصل لأعلى إنتاجية عايز أربي النبات داخل الصوبة عندي لأعلى ارتفاع يبقى أنا هعمل إيه؟ أول حاجة هجيب خيوط أربطها في سلك حامل المحصول وتنزل عندي أربطها فيين؟ بيتم ربط هذه الخيوط أسفل الورقة الحقيقية الأولى في الساق بس يلاحظ عندي أن الروباط اللي عندي بيكون الحلقة بتاعتي قطرها من 3 إلى 4 سنطي لتسمح بنمو جيد للساق أو أننا نركب حلقة حول قاعدة الساق وأربط فيها الخيط والحالة اللي تحت تالتة أننا ممكن أعمل خيوط بطول الخط داخل الصوبة وبيتم ربط الخيط اللي هو نازل من سلك حامل المحصول في هذا الخيط ثم يتم لف هذه الخيوط أو لف النبات على هذا الخيط أسبوعياً لتهيئته بعد كده لإجراء عملية التربية نشوف الكلام ده بالخطوات كده أول خطوة قلت بيتم لما النبات بيصل الاتفاع من 20 إلى 25 سنطي بيتم ربط سلك خيط في سلك حامل المحصول يتدل فوق كل النبات يعني كل نبات بيبقاله خيط مستقل بعد كده بيربط الخيط ده حول ساق النبات من أسفل على شكل حلقة قطرها من 3 إلى 4 سنطي قلنا عشان تسمح بنمو الساق ما تعملش عندي مشكلة أو يركب فيها حلقات خاصة وقلت أننا ممكن أعمل أمد خيط كامل من بداية الخط النهاية وبيتم ربط هذه الخيوط فيه وبعد كده بيتم لف النبات على هذا الخيط مرتين كل أسبوع العملية اللي بعد كده أنا كده عملت عملية التربية ربطت الخيط ووجهت عليه النبات بعد كده بيتم عملية تسمى عملية التقليم بص معي عشان أعمل عملية التقليم لازم أفهم طبيعة نمو نبات الطماطم اللي معي نبات الطماطم بيحصل إيه بيخرج على طول الساق أوراق ويخرج في قبط كل ورقة حيخرج فيها فرع أو ساق بيتم إزالة هذه الأفرع لما يوصل طولها قد من 3 إلى 5 سنطي يبقى لو فرع خضري لو فرع خضري حيتم إزالته باستخدام المقص زي ما احنا شايفين الصورة معنا كده بييجي الفرع بتاعي عندما يصل طوله إلى 3 إلى 5 سنطي اللي هو الفرع الجانبي اللي بينمو في قبط الورقة بيتم إزالته باستخدام مقص العقلة وبعد كده براعي برضو وإجراء عملية التطهير حتى لا يكون مصدر لامتشار الأمراض طيب أنا بشيل الأفرع نهيه بشيل الأفرع الخضري طيب لو عندي أفرع زهرية لو عندي براعم زهرية بيتم ترك البرعم زهرية لأن هي دي بالنسبة لي اللي هتشيل المحصول بعد كده هعمل ايه؟ قال لو أنا في النهاية خالص النبات بتاعي طلعت عندي العنائيدي الزهرية وعقدة الأزهار ويتكونت عليها ثمار الطماطم وجيت شيلت الثمرة زي ما احنا نرجع تاني للصورة دي عشان نأكد عليها مرة تانية عشان دي مهمة بالنسبة لي قولنا تاني أنا عندي بيخرج البرعم سواء كان خضري أو برعم زهري بيخرج في إيه بيط الورقة أنا حسيب البرعم أو حسيب الورقة تحت البرعم الزهري وبيتم إزالة هذه الأوراق عند جمع المحصول يعني نصل عندما نصل إلى مرحلة الجمع بمجرد ما أنا أخذ المحصول أو أخذ العنقود الزهري أو العنقود الثمري أو ما ناخد ثمار الطماطم المتكونة على النبات بيتم إزالة الأوراق اللي موجودة في أباط الفروع اللي أنا أخدتها اللي أنا أخدت منها الثمار ليه الكلام ده أنا بيعمله أولاً لأن الورقة اللي عندي بيكون ورقة استهلكت محتواها من المواد الغذائية ضعفت ما عاد لهاش قيمة عايز أزود نسبة التهوية لإمكانية توفير الغذاء للثمار اللي موجودة بعد كده يبقى عندي هنا بعد عملية الجمع براعي إزالة جميع الأوراق وطبعاً النبات بينمو من أسفل إلى أعلى يبقى بيتم إزالة الأوراق برضو من أسفل إلى أعلى كلما بيتم جمع السمار بيتم إزالة الأوراق يبقى هنا بيتم إزالة الأوراق السفلية لغرض تحسين التهوية وقلة انتشار الأمراض الفطرية والتبكير في حصيات المحصول نظراً لتوجه النباتات لنمو الثمار بدلاً من الأوراق طيب هنا وصلنا لجزء مهم جداً إمتى أجمع ثمار الطماطم اللي عندي داخل الصوبة؟ لو إحنا بصينا لقينا ثمار الطماطم أنا بصفة عامة نباتات الخضر بتتميز بمراحل حاجة اسمها النضج الفيسيولوجي وعندي حاجة اسمها النضج البستاني بلاي نباتة الطماطم بينمو فيه أو له مراحل نضج مختلفة ممكن يتم جمعها على حسب المسافة ما بين منطقة الإنتاج ومنطقة التسويق لأن عند النبات إذا وصلت الثمرة عندي إلى مرحلة تمام النضج مش شرط تمام التلوين يعني هنا لحطة المهمة جداً ممكن تمام النضج غير مرتبط بتمام التلوين إذا الثمرة عندي وصلت لمرحلة تمام النضج ولسه مرحلة التلوين بتاعتي لم تكتمل ممكن أن تكتمل عملية التلوين تتم والنبات أو الثمرة مش موجودة على النبات يبقى أنا هنا براعي إننا لما جاء أجمع بأجمع الثمار وهي في مرحلة النطج المناسب امتى بلاقي نبات الطماطم عندي بيبدأ الجامع بتاعي بعد 100 إلى 115 يوم من زراعة الشتلات وبيتم الجامع عند وصول الطماطم لمرحلة اكتمال النطج وبداية التلوين يبقى هنا بيكون بداية التلوين بيتم عملية الجامع طيب المحصول اللي عندي بيطلع الدين لو انا زرع صوبة بلاقي ان الصوبة اللي عندي بيديني كل متر مربع داخل الصوبة بيديني من 16 إلى 25 كيلو جرام ولو عندي فدان من الطماطم مزروع داخل الانفاء بيديني الفدان من 30 إلى 50 طن هنا في عندي بعض الظواهر بتحدث لنبات الطماطم ودي بعض العيوب الفسيولوجية اللي بتعملي مشاكل تسويقية في السمار وانا يهمين ان انا ما تحصلش عندي في المزرعة بتاعتي او في نبات الطماطم داخل الصوبة اول حاجة عندي حاجة اسمها النطج المتبقع بلاقي ان السمار بتاعتي بتبقى غير تامة النمو التلوين بيبقى السمارة تامة التلوين ولكن ليس بدرجة واحدة وده بيكون نتيجة نقص عنصر البوتاسيام او نسبة الاضاءة اللي عندي داخل النبات اضاءة ضعيفة من ضمن الامراض الفسيولوجية التي تعمل عندي مشاكل برضو في نبات الطماطم عندي مرض فسيولوجي يسمى مرض وجه القط ايه اللي بيحصل في بعض الاحيان بيحدث تضاعف للاعضاء الزهرية لازهار نبات الطماطم مما يؤدي لحدوث اندماج لمبايض اكتر من زهرة مع بعض فبيطلع عندي سمرة مشوهة يعني هي اصلا مش سمرة واحدة هي عبارة عن مجموعة من السمار تم التحام المبايض بتاعتهم مع بعض فظهرت بالصورة اللي موجودة قدامي طبعا السمار اللي في الزورة ديه سمار غير مرغوبة تسويقيا يعني السمرة لو عندي بالشكل ده انا مش هستخدمها او هتبقى غير مرغوبة ده بينتج نتيجة العقد في الجو البارد او زراعة اصناف كبيرة او لو انا عملت بيه حاجة اسمها منظمات النمو العيب التاني اللي موجودة عندي حاجة تسمى عفن الطرف الزهري عفن الطرف الزهري دوت فيه مشكلة بتحصل نتيجة نقص عنصر الكاليسيون في التربة اللي بيحصل بلاقي عندي السمرة بيظهر فيها في اي مرحلة من مراحل النمو فيه خط بيحصل بلاقي السمرة على حدود معينة كده في جزء من السمرة بيكون تالف بيبقى عند السمرة عبارة عن نسيجين نسيج تالف ونسيج سليم وطبعا السمار اللي بالشكل دوت برضو بتبقى السمار غير مرغوبة تسويقيا وده بيحصل نتيجة زيادة التسميد النيتروجيني وانخفاض الرطوبة وزيادة النتح من ضمن العيوب الفسيولوجية ايضا عندي حاجة اسمها تشقق السمار وده بينتج نتيجة عدم انتظام الري تبتغلب على الظاهرة ديت ازاي؟ بتغلب على الظاهرة ديت بانتظام عملية الري وكمان بعمل زراعة الاصناف المقاومة وبهتم بزيادة نسبة التسميد العنصر الكالسيا طيب من ضمن ايضا المشاكل اللي بتحصل عندي في سمار الطماطم حاجة اسمها لسعة الشمس واحنا قلنا ان لسعة الشمس ديت بيتم من نتيجة ارتفاع درجة الحرارة او زيادة شدة الاضاء طبعا انا لو بنتج محصول الطماطم يهمني ان انا اتلافى كل هذه المشاكل سواء كانت لفحة شمس او السمرة اللي هي في شكل وجه القط او السمار المتشققة او السمار ذات العفن الطرفي الزهري او السمار ذات النطج المتبقع نيجي بعد كده للنبات التاني اللي هنتكلم عليه النهاردة ان شاء الله هو نبات الفصولية برضو نبات الفصولية من ضمن النباتات التي تزرع داخل البيوت المحمية ونبات الفصولية يمكن في بعضنا بيعرف ان الفصولية ديت لون واحد هنا عندي السمار بتاعتي بتبقى لو انا هستخدم السمار جافة عندي فيه مدى لوني مختلف فيه منها لون موف او بنفسدي وفيه السمار بتبقى لونها ابيض وعندي لو انا هستخدمها طبعا في صورة القرون الخضراء بتستهلك حسب حجم القرون زي ما احنا هنوضح بعد كده وزي ما اتفاقنا ان اي نبات هزرعه في زرعة محمية لازم اعرف ايه هي اهم العوامل التي تؤثر على نمو النبات ايه هي احتياجاته من الضوء ومن الحرارة ومن الرطوبة نشوف اول عامل من العوامل لاحتاجات البيئية اللي هي درجة الحرارة هلاقي عندي محصول الفصولية من ضمن محاصيل الخضر التي تحتاج الى جو دافئ خالي من السقيع درجة الحرارة المناسبة له انبات البزور بتبقى 25 درجة مئوية وبينمو النبات في مدى حراري من 18 درجة الى 24 درجة ولما اقول هنا مجال حراري لازم اكون اعرف ان هنا مجال حراري هنا بلاقي نبات الفصولية اللي عندي نبات من نباتات النهار الطويل يعني انا يهمني تعرض النبات لعدد كبير من ساعات الضوء يعني ازرعه في فترة يكون فيها نسبة الاضاءة اعلى من نسبة عدد ساعات الضوء اعمل غسيل البلاستيك اعمل غسيل باستمرار بالمية البلاستيك عشان ازيل بقايا الاتريبة اللي موجودة عليه عشان ازود شدة الاضاءة طيب من ضمن العوامل البيئية التي تؤثر عندي على نبات الفصولية في الزراع المحمية الرطوبة النسبية بلاقي نباتة الفصولية اللي عندي بيحتاج الى رطوبة نسبية من 50 الى 60% ومن ضمن العوامل ايضا اللي التي تؤثر على النمو النبات الرياح طيب ايه المشكلة اللي بيتعرض لها نبات الفصولية او ايه النوع الرياح اللي بتؤدي عندي الى مشاكل عندي لو تعرض النبات احنا قولنا النبات بيتحتاج الى جو دافئ وهو من ضمن نباتات نهارة طويل ايه اللي يحصل بقا لو النبات اللي عندي تعرض الى درجة رياح خاصة لو كان عندي انخفاض في درجة الحرارة وخصوصا اذا كان مزروع النبات عندي في الانفاء مش داخل البيوت المحمية قلبي يتم عمل حواجز في الجهة البحرية والجهة الغربية تؤلل شدة الانتقال الرياح خاصة الرياح المحملة بالاتربة او الرمال والرياح لو عندي انخفاض في درجات الحرارة يبقى يفضل حماية نباتات الفصولية من الرياح البردة او الرياح المحملة بالرمال والاتربة لانها تؤدي الى انخفاض المحصول يبقى هنا عندي من ضمن العوامل البيئية عرفنا درجة الحرارة عرفنا درجة الرطوبة عرفنا شدة الاضاء عرفنا عملية الرياح التي يتحملها النبات طيب ايه هي الطربة التي تصلح لزراعة نباتة الفصولية بلاقي نباتة الفصولية اللي عندي يزرع في مدى من الاراضي خاصة الاراضي صفراء متوسطة القوام وممكن ايضا انه يزرع في الاراضي الرملية بس عندي نباتة الفصولية في مشكلة انه هو من ضمن النباتات التي لا تتحمل الملوحة يبقى نباتة الفصولية لا يتحمل الملوحة يبقى لو عندي ارض الملوحة بتاعتي اكتر من واحد ونص ملي موز ديت انا ما بزرعش فيها فصولية ليه؟ لان لو عندي ارتفاع نسبة الملوحة هتؤدي الى صغر حجم القرون مما يؤدي الى انخفاض المحصول وبعد كده برضو ضعف النبات النبات بتاعه بيبقى النمو بتاعه ضعيف والاوراق بتاعته اللي هي مصدر تكوين العناصر الزيزئية بتكون بيحصل لها حاجة اسمها احتراق حواف الأوراق يبقى نباتة اللي عندي نأكد تاني ان نباتة الفصولية لا يزرع في الاراضي الملحية اللي نسبة الاملح فيها اعلى من واحد ونص ملي موز لانها تؤدي الانخفاض المحصول طب المحصول بتاعي بينخفض ليه؟ بينخفض ان النبات بتاعي النمو بيبقى ضعيف الاوراق بتاعتي بيحصل لها احتراق للحواف مما يؤدي الى تلف في نسبة المحصول طب ازرع النبات بتاعي امتى؟ بلاقي عندي لو انا حزرع تحت الانفاء بيتم الزراعة في شهر نوفمبر وديسمبر ويناير وده تدعي المستخدمة في عملية التصدير لو انا حزرع داخل الصوبة بيتم الزراعة بدر شوية بيتم الزراعة من اول شهر اكتوبر حتى منتصف شهر نوفمبر وايضا يفضل في التبكير في الزراعة اللي تديني فرصة في اجراء عمليات التصدير الى خارج مصر طيب الاصناف التي تصلح للزراعة تحت الانفاء بتكون اول حاجة فيها من ضمن العوامل بتاعت ان هي اصناف بتكون محدودة النمو والقرون بتاعته تبقى خالية من الالياف لان كلما القرون بتاعت الفصلية يكون مفهاش نسبة الالياف بتكون الصفات التسويقية بتاعتها اعلى من ضمن الصفات بتاعته ايضا المقدرة على العقد تحت ظروف الحرارة المنخفضة والحاجة دي مهمة جدا ان القرون بتاعته يتكون قرون رفيعة او متوسطة ودرجة التلوين بتاعتها اللون الاخضر الداكن او تتميز باللون الاخضر الداكن اصناف الفصلية بصفة عامة بتقسم حسب سماكة القرون الى ثلاث درجات فيه اصناف السمك بتاع القرون بتاعها اقل من 6 ملي وفيه اصناف بيسميها المتوسطة السمك القرون بتاعتي من 6 الـ 8 والاصناف السميكة او القرون بتاعتها كبيرة بيبقى السمك بتاعها من 8 او اكبر من 8 ايه هي اهم الاصناف نبص عليها مع بعض كده هلاقي عندي فيه الاصناف بتاعتي القرون بتاعتها الرفيعة ودي من ضمن أصناف التصدير وبيتم جمعها يومياً وأفضل أو أكتر دولة بيتم تصدير لها هذه الأصناف فرنسا زي صنف مورجان وصنف رويل نايل وصنف كوبي أما الأصناف المتوسطة السمك زي ما احنا قلنا أن سمك القرون بتاعتي بيبقى من 6 إلى 8 ملي زي صنف إليكانت والمونت والبرونكو ونيرينا وتيما النوع الثالث من الأصناف الأصناف سمكة القرون ودي القرون بتاعتها بيكون سمكها أكتر من 8 ودي زي صنف المصري اسمه صنف جيزة 3 بيحتاج عندي لو أنا حزرع الأرض بتاعتي أزرع بقى ديه لو عندي فدان من الفصولية حزرعه تحت الأنفاء بحتاج له من 15 إلى 25 كيلو جرام من البذور يبقى أيضا الفصولية اللي عندي بيتم زراعتها باستخدام البذرة ولو عندي فدان من الأنفاء بيتم زراعة البذرة في الأرض مباشرة هنا غير نبات الطماطم نبات الطماطم كنت بازرع البذرة في صواني وأنتك شتلات هنا بيتم زراعة الفصولية في البذور في الأرض مباشرة بيحتاج الفدان من الأنفاء إلى قد إيه قلنا من 25 من 15 إلى 25 كيلو جرام من البذور طيب لو عندي صوبة لو عندي صوبة بلاقي عندي كل 100 متر مربع من مساحة الصوبة بيحتاج له من 300 إلى 400 جرام بذور لأن الأصناف اللي عندي جوه الصوبة أو اللي تصلح جوه الصوبة بتبقى أصناف طويلة ده بالنسبة ليه كمية التقاوي طيب فيه معاملة مهمة جدا بيتم إجراءها على نباتات الخضر البقولية ونباتات البقوليات بصفة عامة ومنها نباتة الفصولية بتاعنا عندي عملية تسمى عملية التلقيح البكتيري إيه اللي بيتم فيها؟ بجيب عندي مادة تسمى مادة العقادين ومادة تسمى مادة الفسفورين بجيب 3 إلى 4 أكياس من العقادين و3 إلى 4 أكياس من الفسفورين وبضيف عليهم 50 كيلو جرام من الرمل الناعم وبيتم تنديتهم من المياه وبخلطهم جيدا وبعد كده بيتم وضعهم في خطوط أو في جور وبيتم زراعة النباتات بعد كده يعني أنا بعمل تلقيح البكتيريا دي عشان تساعد في تكوين العقاد الجزرية على جزور نباتة الفصولية مما يساعد في تثبيت النيتولوجين الجوي طيب نتأكد من نجاح العملية دي ازاي؟ بعد إجراء هذه العملية بأسبوعين بيتم اقتلاع بعض النباتات أبص عليها حاليا عندي الجزور بتاعتي تكونت عليها العقد باللون البنفسيجي اللي هي لون بكتيريا العقد الجزري من ضمن العوامل المهمة جدا برضو التي تجرى على نباتات أو البذور الفصولية قبل الزراعة بيتم خلط البذور أو خلط التقاوى بتاعتي بأحد المطاهرات الفطرية حتى لا تتعرض أن البذور بتاعتي أو البادرات بتاعتي إلى الموت طيب بيتم الزراعة ازاي؟ أو بزرع نباتة الفصولية ازاي؟ بلاي عندي الزراعة؟ احنا قلنا هنا أن نزرع البذرة في الأرض مباشرة بيتم الزراعة في جوار على أبعاد على بعد ما بين النبات والتاني 7 سنطي وبيتم وضع البذور بتاعتي على عمق من 3 إلى 5 سنطي على جنبي خط الري يبقى هنا أنا بعمل خط الري وبازرع على بعد بين الجوار والتاني 7 سنطي وبحط البذور بتاعتي على عمق من 3 إلى 5 سنطي ثم يتم طغطيتها جيدة طيب ممكن أنا أعمل مجرى بطول الخط بتاعي المجرى دوة عمقه 5 سنطي بجوار خط الري من الجنبين وبعد كده بيتم توزيع البذور فيه على مسافة كل 5 سنطة سيب بزرع بزرع وبزرع وبعد كده أعمل عملية التغطية يبقى هنا يأزلحها في جوار بين الجوار والتاني 7 سنطي يأعمل مجرى بعمق 5 سنطي بطول خط الري من الجنبين وبعد كده بيتم توزيع البذور فيه على مسافة بين البزرع والتانية 5 سنتي ثم يتم التغطير طيب لو أنا أتبزرع جوه صوبة بقلت دايما جوه الصوب بلاحظ أن أنا بقسم الأرض بتاعتي داخل الصوبة إلى مصاطب عرض المصطبة بتاعي بيكون من 1 من 10 إلى 1 و 2 من 10 يعني 110 إلى 120 سنتي بيتم زراعة البزرع على مسافة 25 سنتي على جانبي خط الري يبقى هنا بلاحظ أن المسافة بتبقى أوسع شوية من الزراعة تحت الأنفاء لأن عند الأصناف اللي بتزرع داخل الصوبة بتكون أصناف طويلة النمو أصناف غير محدودة النمو طيب هنا طالما أن أنا بزرع بزور في الأرض مباشرة فوارد عندي يحصل فيه كمية من البزور تكون بزيادة فأنا بعمل عملاته سمى عملية الخف ودي بيتم إجراءها قبل العزيق مباشرة وبيسيب فيها نبات واحد في الجورة وعندي لو فيها حصل فيه جور غايبة بيتم إعادة زراعة الجور الغايبة بزور من نفس الصنف طيب لو عندي كمية من الحشائش بيتم التخلص منها عن طريق عملية العزيق وتكويم طربة حول النباتات ودي ما بيتمش إلا في حالة عدم تغطية المساطب بالبلاستيك بالنسبة لعملية الرأي طالما أن أنا بزرع نبات داخل الصوبة يبقى رأي منتزم وبيلاحظ عندي أن زيادة مياه الرأي تسبب موت البدرات وصفرار الأوراق وتساقط الأزهار وقلة العقدة وتأخر عملية النطج التعطيش بيسبب ضعف النمو وتساقط الأزهار وصغر حجم السمار عملية التهوية أي نبات بيتم زراعته في زراعة محمية يجب عندي أن عملية التهوية دي بيتم إلى رفع البلاستيك إلى منتصف السلك خاصة في الزراعة في الأنفاء وده الهدف منها تقليل نسبة الرطوبة وضبط درجة الحرارة وضبط نسبة الغازات عملية التربية من ضمن العمليات المهمة جدا لأي نبات بيتم زراعته زراعة محمية بيتم شد خيط على سطح المصطبة ثم يدل هذا الخيط من سلك حامل المحصول ويوجه إليه النبات ويتم ربطه زي ما حصل في نبات الطماط جمع المحصول بيبدأ الجمع إمتى عندي بيبدأ الجمع بعد 55 إلى 70 يوم من الزراعة وبيتم الثمار بتاعتي بتصلح للاستهلاك الأخضر بعد 10 إلى 15 يوم من الإخصاب دي لو أنا هستخدمها كثمار خضراء يتم الجمع إمتى؟ بيتم الجمع كل يومين للأصناف الرفيعة وكل 3 إلى 4 أيام للأصناف المتوسطة كمية المحصول اللي عندي من 4 إلى 6 طن من القوون الخضراء أو لو أنا زارع جوه الصوبة كل متر مربع بينتج 3 كيلو جرون وبكده يبقى احنا انتهينا من دراستنا لنباتين اللي كنا عايزين نتكلم عليهم النهاردة نبات الطناطم ونبات الفصولية ودولا من ضمن نباتات الزراعة أو ضمن خضر التي تزرع داخل نظام الزراعة المحمية وإن شاء الله نكمل مع بعض باقي النباتات في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا